الحرب نفسهم زمان كانوا عارفين قيمة المرأة وحضرتك لو ترجع بالذاكرة كلنا عارفين قيس وليلة مش كده ولا يوم انت عارف حضرتك كان فيه قانون في العرب قانون غريب او جي لو انا بحب وحدة اسمها منه مثلا وقلت على اسمها في الشعر تحرم عليها تخيل كده حضرتك متخيل من باب التكريم اه من باب التكريم لانه لما يقول اسمها يبقى هتك سترها ولذلك سبب ما ليلة حرمت على قيس انه هو طبعا من فرط حبي قال يا رب لا تسليني حب ليلة ورحم من قال امين شوف التكريم عند العرب وصل لفين شوف التعظيم للمرأة وصل لفين انه هم حتى في اسمها سترن حتى في اسمها يحفظوا عليها ولذلك هنت من دعوبة لما جات لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الاية بعد المبيعة بعد الفتح على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسركن ولا يزنين قالت اواتزن الحرة يا رسول الله خد بالك اواتزن الحرة يا رسول الله ده نقول لك الاعظم كمان سيدنا عمر يقول ايه كنا نعرف الفجارة من القوم اذا على صوت المرأة في قومها